كيف أغلقت السعودية كل أبوابها أمام اليمنين إلا باب الموت تركته مفتوحاً على الحدود وكيف ساهمت القنصلية اليمنية بجدة بتسهيل دخول المجندين بمخالفة واضحة للقانون رغم التنديد المستمر لماذا توصير السعودية على زجب المجندين اليمنين إلى محارقها الحدودية أهلا بكم تحقيق جديد لموقع درج وشهادة جديدة تفتح باباً عن هاوية الموت السعودية للمجندين اليمنين يقدم شهادة أيضاً عن كيفية دفع السعودية المال للرجال الدولة المقيمين في الرياض لتأخذ مقابل ذلك أرواح ألاف الشباب في الحدود الجنوبية المتاخمة لحدود اليمن لكنه أيضاً يكشف دور القنصلية اليمنية في جدة عبر منذوبها في منفذ الوديعة في عملية التجنيد من خلال تسهيلها دخول المقاتلين إلى السعودية بمنحهم وثيقة سفر اضطرارية فهل بات الإجهار بأرواح اليمنين على مستوى مؤسسات الدولة؟ أما هو موقف القانون من المسؤولين المتورطين بهذه الجرائم؟ كيف يمكن إدانة السعودية بهذا الملف التعمل على تجنيد اليمني للقتال في حدودها لأكثر من عام ونصف؟ عام ونصف أو يزيد منذ بدأت تجارة الموت على الحدود السعودية انتقادات وإدانات حقوقية جراء توضي في السعودية لشبكات الإتجار بالبشر واستدراج آلاف الشباب اليمني للقتال على حدودها الجنوبية تقارير جديدة كشفت تورط جهات رسمية يمنية إلى جانب السعودية بالزج بالشباب اليمني فيما بات يطلق عليه محرقة الحدود يقول تقرير صدر حديثا عن موقع درج إن السعودية تدفع المال لرجال الدولة المقيمين في الرياض لتأخذ مقابل ذلك أرواح آلاف الشباب في حدودها الجنوبية المتاخمة لليمن تضيق سلطات السعودية على دخول اليمنيين إلى أراضيها إلا إذا كان الغرض هو الدفاع عن حدودها في مواجهة ميليشيا الحوثي حينها يمكن لليمني دخول البلاد عبر وثيقة تدعى وثيقة السفر إضطرارية الوثائق تكشف تورط القنصلية اليمنية في جدة عبر مندوبها في منفذ الوديعة في عملية التجنيد حيث يتم منح المدنيين وثيقة السفر الإضطرارية ممهورة بإمضاء مسؤولي القنصلية أغلقت السعودية كل أبوابها أمام اليمنيين وفتحت باب الموت على الحدود يساعدها في هذه المهمة مسؤولون يمنيون يحصلون على دخل مربح في هذه التجارة القاتلة بحسب التحقيق فإن مساعد القنصل يعترف بأنه يصدر وثائق سفر إضطرارية لدخول الجنود وهي مخالفة قانونية إذ يفترض أن وثيقة السفر الإضطرارية أو وثيقة المرور تمنحها القنصليات لمن فقدوا جواز سفرهم وذلك للسماح لهم بالمغادرة إلى اليمن لمرة واحدة يذهب الشباب اليمني الهارب من جحيم الحاجة في بلاده إلى الموت في ظروف مأساوية على أراضي الآخرين بحسب أحد المجندين فإن كثير من المجندين يموتون في الطريق بين الجبهة وأقرب مركز للإسعافات الأولية يقول إن زملائه الجنود كانوا يموتون بين يديه بسبب عدم توفر أبسط مقومات الرعاية قبل أن يسقط هؤلاء القتلى من كشفات الرواتب السعودية واليمنية معاً بمجرد تسلم العائلة تعويضاً مالياً زهيداً تستمر محرقة اليمنيين على الحدود السعودية وتتسع دائرة الانتقاد والشهد معاً وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإيقاف هذه الجريمة التي التهمت المئات من شباب البلد ورغم كل التحذيرات لا يزال سماسرة التجنيد يمارسون مهامهم في تحشيد الشباب بالمقابل تتسع مقابر المجندين اليمنيين في عدد من المناطق الحدودية فيما السعودية ماضية في مشروعها لتقسيم اليمن وجعله أثراً بعد عين إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي غمدان اليوسفي عبر سكايب من هولندا وهو الصحفي الذي قام بهذا التحقيق الاستقصائي حول العبور إلى الموت عبر بوابة السعودية مساء الخير أستاذ غمدان أهلاً سهلاً مساء النور أهلاً بك غمدان بداية هذا التحقيق الذي نشرته قبل أيام حول المجندين اليمنيين في الحدود في البداية ما هو دافعك للعمل على هذا الملف يعني في النهاية أعتقد أنه أنا ما زلت في أمارس وظيفتي أو مهنتي التي مهنة الصحافة ومن الصعب أن يجيب الصحفي ما هو دافع لإنجاز تحقيق الصحفي في النهاية أعتقد أنه ربما قد يكون لسبب أو لآخر حينما يصل الضرر بالصحفي إلى قرية أو إلى أقاربه أو يعني سميه ما شئت يعني حين يقترب مثل هذا الخطر ربما تكون الرسالة قد وصلت بشكل أوضح وهو ربما ما حدث حين شاهدنا عدد من الشباب خصوصا من محافظة تعيز والذين أصبحوا أكثرية في تلك المناطق وهو التحقيق الذي استدعى أن نلتفت للتفاصيل يعني كان هناك نقاش سطحي للقضية أن هناك جنود يذهبون إلى الحدود الجنوبية المملكة العربية السعودية ويتسلمون المال ويقاتلون ثم يقتلون هناك وهذه التفاصيل التي بدأت تظهر للصد لكن في المقابل يعني كانت الأسئلة ما زالت تدور حول كيف يدخل هؤلاء الشباب إلى المملكة العربية السعودية من الذي يقوم بيدخالهم بهذه الطريقة طالما ونحن ندرك حجم الصعوبات في أن يتهرب أي يمني إلى المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة إذا كانوا يعني يذهبون للعمل كيف سيكون لأشخاص يذهبون للمملكة لقتال الحوثيين فبدأ السؤال هنا وكانت ربما بعد بحث طويل يعني توصلنا إلى اعتراف القنصلية نفسه يعني كما لاحظتم في التقرير هنا سألهم الشخص الذي موجود نعم سنتحدث عن القنصلية لكن دعنا نبدأ ترجمة نانسي قنقر 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 وهو من أمدني بوثيقته هذه الوثيقة التي نشرتها هي وثيقة الخاصة التي تواصلت وهو بالمناسبة الشخص الذي حكيته حكيته لم أضع اسمه خوفاً عن حياته ووضعت اسمه مهمياً وبعد ذلك حين شاهدت ختم الكنصرية اضطرت للتواصل في النهاية تتعمل على تحقيق الصحفي ويجب أن تأتي من أشخاص في هذه القضية لكي لا تركون للمصداقية أمام الناس فتواصلت بالشخص الشخص هذا الذي موجود ختمه في أسفل الوثيقة واسمه خالد ووظيفته أيضاً حسب ختم الوثيقة يعني مساعدت مساعدة ويجبت ويجبت فرحت لك أنني وأريد أن لدي بعض الاستفسارات حول موضوع التجديد يعني أجاب الرجل بجملة واحدة فقال أنا أصدر التصاريح فقط ولا أقوم بالتحشيد هذه الجملة كانت كافية أصلت لهم بعد ذلك مجموعة من الناس إلى ورد أقلي بعض يومين وقال يعدون إلى أستطيع بهذه المعبرة ونحن بدورنا أستاذ غبدان حتى نفتح المجال لكل الأطراف حاولنا التواصل معه مع سيد خالد حزام ومع أيضاً مندوب القنصلية في منفذ الوديعة ولكن رفضوا الظهور معنا وكذلك القنصل في جده رفضوا الظهور معنا للإجابة أو للتحدث في هذا الموضوع وودت التنوية أيضاً لأساد المشاهدين إذن هل توصلت لعدد أو عدد تقريبي لنقول حول عدد المجندين كيف يتم تجنيدهم ليس هناك عدد يعني عدد حقيقي أو عدد لأنه في النهاية العدد متزايد بشكل يومي أن تعد في مثل هذه العملية تتم وكأنها تجارة في الأساس يعني ليست مسألة مرتبة من قبل وزارة معينة أو من قبل هيئة معينة هي حسب ما سيأتي به السماسرة سواء من تعس أو تجميعهم في مارف ثم نقلهم إلى منفذ الوديعة وتوزيعهم على كل سمسار لديه لواء من الألوية يعني هناك ألوية متعددة مؤخرتهم أساساً متواجدة في منفذ الوديعة يأتم فرزهم في تلك المنطقة على كل سمسار يذهب بمن أتابعهم من معافضة مأرب أو من تعس إلى المؤخرة اللواء المقصود سواء اللواء 102 أو 206 أو اللواء الواجب يعني كثير من الألوية في منطقة تقريباً سبعة متواجدة مؤخرة لها في منفذ الوديعة وبعد ذلك يذهب به إلى الجبهة لتمارين قليلة ثم يدخل في الجبهة يعني الإشكالية ربما القانونية بهذا الأمر أن هؤلاء الشباب أساساً لا ينتمون إلى أي مؤسسة حكومية ويضطرض أننا نقوم اليوم في معركة وهؤلاء يمثلون الحكومة يعني اليمنية إذا كانوا تابعين للمنطقة الخامسة كما يدور الحديث أو تابعين للحكومة السعودية وبالتالي يدرجوا ضمن جيش لكن اليوم في التصنيف القانون الدولي يصنف هؤلاء الشباب بأنهم مرتزقة بالمعنى الحرفي نعم التصنيف الدولي لهؤلاء يعني هم مرتزقة والتصنيف الدولي لما يدور في الحدود سواء الأمر الذي تقوم به يعني المنفذ الذي هو الجانب القنصرية اليمنية ثم الأهم من ذلك الذي هو الطرف السعودي الجانب السعودي كما لاحظت في الوثيقة هناك ختم دخول وأنا أتحدث عن ختم دخول يعني على وثيقة خروج هذه ربما يعني لم تحدث في تاريخ السعودية إلا هذه المرة لأنه في أن نعرف التشديدات والعبث الذي يتم لليمنيين الذين لديهم أساسا تأشيرات رسمية كدخول فما بالك قين يأتي يمني ولديه وثيقة سفر اضطرارية للخروج ويتم وضع عليها ختم دخول يعني ثم بعد مغادرة هؤلاء يعني في حال أنه حصل على إجازة أو يعني أصيب وتم ترحيله إلى اليمن فيتم ختم على هذه الوثيقة بكلمة مبعد وهذا يعني أنه صنف كأنه فقط يعني من الذين كانوا يبحثون عن عمل في الأراضي السعودية وتم ترحيله وتم ترحيله كذا يتم التعامل يعني سنستخدمك حينه حتى ينتهي جسدك أو تصاب أو تنكسر ثم سنربيبك يعني فقط في النهاية مقرد مخالقة في النهاية الآن يعني الجريمة أنه الحكومة اليمنية لم تضع يعني مع المملكة العربية السعودية ويدخل هؤلاء المجندون بطريقة رسمية حتى يتم قطع جوازات ثم ترحيل المسكرات تعتولى مسؤولية يعني تدريبهم تدريب وتحيل عالي اليوم معظم من يقود هؤلاء هم يعني قادة قبليين أو رجال دين يعني نعم الصحيح نحن نتحدث عن الدور الحكومة في هذا الجانب أستاذ غمدان ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الصحفي يونس عبد السلام من صنع عبر الهاتف مساء الخير أستاذ يونس مساء النور السلام أهلا بك أستاذ يونس كتبت على صفحتك في الفيسبوك عزال أحد أهالي قريتكم قتل في السعودية وقلت إن هذا هو خامس ضحية من قريتكم حدثنا عن قضية التحشيد في منطقتكم وتجنيد في الحدود السعودية نعم أستاذ في حقيقة في حقيقة الأمر يعني ثمت رمال متحركة في المملكة العربية السعودية في الحد القنوبي للمملكة العربية السعودية تلتهم الشباب المديرية وكثير من أبناء المنطقة حيث من دوليات خدير تعيز على مدى العامين الماضيعين وحتى اللحظة وبشكل يعني بشكل وبشكل مثير للغرابة نعم إذن كيف كيف يتم استقطاب هؤلاء أستاذ يونس يعني هل لديك اطلاع طرمهم من قريتك هل سمعت أي شيء في البداية تم استغلال حالتهم المادية والوضاع التي بسبب الوضاع التي وصلت الحرب وصلت الناس إليها تم استقطابهم إلى بعضهم تم استقطابهم إلى مارب وبعضهم تم استقطابهم مباشرة إلى مكان مجهولة ليظهروا لاحقا بعد أشهر معين ثلاثة أربعة أشهر ليظهروا باتصالات سريعة وتقاصل مع أهلهم بأنهم مبندون وبأنهم سيعودون لاحقا ويعودون في ثلاثة قطاع معينة ثم يظهرون به ثلاثة تقطع وهكذا حتى بدأ الظهور بإعادة بإبلاغ بعض العائلات لأن لديكم مسقود لديكم شهيد لديكم قتل ومن هذا القبيل نعم هل يعني هؤلاء الذين يتوفون هل يعودوا إلى أهلهم كجثث أم فقط يتم إبلاغهم بأن ابنكم قتل وانتهى الموضوع يعني لا تعال حتى من الصعوبة بما كان إحادة البثث إلى أهلهم يتم إبلاغ أهلهم فقط ويتم إرسال مبالغ رمزية في البدء تم إرسال مبالغ رمزية لأهلهم ولاحقاً بعد أن تطورت المشكلة فكان لا تكذف زمانية معينة شهر شهرين إلا جاء خبر بمقتل واحد اثنين من الأبناء المنطقة يكتفون بإشعار الناس بأن تم تمن قتلوا عليهم وفقط دون معلومات إضافية حتى لأهل القتلى نعم كان لديك قصة أخرى أستاذ يونس حول أحدهم الذي أراد أن يفر هو مجموعة وانتهت بمأثاه إن صاح للقول هل لا أوردتها نعم حالياً القضية الأخيرة هذا الشاب الخامس خامس شاب قتل من المنطقة نفسها جاء تصفيته بعد دعوة الشيخ حمود المخلافي لأبناء المقاتلين من الانسحاب من حدود التعودية قرر الانسحاب هو مجموعة من الأفراد فتم تصفيته بينما تم إخفاء قرارة 20 شخص بجواره 20 فرد وحتى هذه اللحظة يعني تواصل مع أناس من المنطقة ومن المدولية لم أعثروا على معلومات كافية لم يتمكن أحد من وصولوا ليهم أحدهم قال لي أنه وصل إلى قاعد اللواء أو أحد المطؤولين عن هؤلاء الأفراد فقال لنا يعني واجهوا بما طلب أنه سيبلغوا لاحقا ومنذ أمس وأنا أغلق هاتي هو بالوظف نعم هل تم تصفيته من أي جانب بالضبط هل جانب السعودي أم الجانب اليمني التصفيتهم يعني معنا تقريبا من بين ستة أو من ستة أشخاص معنا تقريبا ثلاثة قتلوا بنيران من الخلف يعني بنيران بنيران سعودية نعم إذن هؤلاء الذين يتم أو يقومون باستقطاب هؤلاء الشباب هل هم سماسرة معروفون لدى القرية لدى المنطقة هل بات الناس يعرفون بأنهم هم من يحضرون الشباب ومن يهمهم بالدخل المرتفع وما إلى ذلك القيادي الأول المعروف بالمنطقة نفسها ومن بدأ بجلب وبسحب الشباب من المديرية من أبناء المديرية نفسها قيادي في حزب الإصلاح وثم أخذهم بإسمهم شخصيا من قبل أهاليهم وبسيئة من أهاليهم بشكل شخصي وإلا أن هذا القيادي نفسه قتل وكان للأسف في الرواية قتل بأنه قتل في مواجهات مع الحوثية بينما خلال مواجهات مع الحوثية بينما قتل من إيران المدفعية السعودية حسب ما تأكدت شخصيا نعم إذن شكرا جزيلا لك يونس عبد السلام أصحفي كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء أستغمدان كل قرية ربما لديها سماسرها لديها أبناؤها المفقودين وأبناؤها المقتولين وأيضا العائدين بأطراف مبتورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولواء أبو الدرداء ولواء أبو الدرماء يعني كلها المسميات بألوية وكأنها ميليشيات لأشخاص أشخاص وليس ألوية عسكرية حسين قيارة لها رقم عسكري ولها تصريف إداري أيضا ما يزير ربما شهية مولاي الشباب في مسألة المكاتب السريعة والمكاتب المالية العصدية هو إضفاء أو توزيع الرتب على عدد من الأفراد وهذه الرتب توزع وكأنها سندويتشات تتجد اليوم الشخص جندي وفي الغد ينتقل إلى مخيب أو رائد وهذه الرتبة برغم أنها ليست أساسا يعني أتسلسل الوظيفي في وزارة الدفاع أو رئاساتها لكنها مرتبطة بالمنطقة وبقائد المنطقة وبالتالي يتم رفع الراتف بهذا الشعر سواء 500 أو 300 أو 400 ريال سعودي وهذا الفارق يمثل رقم خصوصا للأسر الفقيرة في مناطق المنزعات اليوم يتم الإغراب هذه الصريقة يتم الإغراب الأرياض تعرفين حالة الناس لكن ربما من خلال تكرار نقاش هذا الموضوع فما تحدثت لثلاث أو أربع مرات أنا أرى أن هذه تبقى قضية حية لكي يعرف الناس ما الذي يدور في تلك الحزوز هؤلاء الشباب مجرد أرقام في النهاية يعني أن يتم قتل وأتر ألف شخص يعني لواء رداد الهاشمي وتمر القضية وكأنها مجرد خبر عادي وكأنه رداد الهاشمي هذا يعني شخص لا أحد يستطيع الوصول إليه ولا تعلن زالت الدفاع على الأقل يعني حالة هذا الشخص لقواعد كري أو للمتحقير يعني نريد أي إجراء إداري أما إذا تحدث شخص في محافظة مارك عن نقاش في هذه أو نقاش مرتبط بالأسر الهاشمي أنا تم تجنه فمباركا تذهب ألف جثة أو ألف شخص يعني ما بين أسير وقتيل فلا يتم الالتفاة لهذا الموضوع بالمرضة ربما هذا ما ظهر في الحجود لكن المغضي ربما أكثر من ذلك لأنه هناك أسر يعني هناك كتائب أو مجامع ذهبت رحية قصة طاروخي بالخطأ لطيران السعودية نفسه نفسه في داخل الفرهاب وهذه عملية تكررت لمرة كثيرة لا نستطيع الوصول إليها نحن كتحاطة لأنه تلك المناطق بعيرة للباية وإلا تقاطي إليها محمد العرب من السعودية ثم يأتي إلينا بتلك الأخبار التي أصبحنا نعطيها إذن يعني المستغرب أستاذ غمدان أن هناك كما قلت تزايد في الأعداد رغم ربما انكشاف الحالة يعني ربما تابعنا نحن الملف منذ البداية في المساء اليمني وكانوا يتحدثوا معنا بأنه يتم خداع هؤلاء الشباب بأنهم سيذهبوا فقط للطباخة أو الحراسة لن يقوموا بالمواجهة يعني يتحدث أحد الشباب أنه فقط يومين تم تدريبهم يعني لا يعد تدريب حقيقة ثم وجد نفسه في الصفوف الأولى وكأن هناك يعني محرقة مفتعلة لهؤلاء الشباب لما يتم التضحية بشباب يعني غير مدربين فعلا ويتم خداعهم بهذا الشكل ولما لم تنكشف يعني اللعبة حتى هذه اللحظة أنك أنت كمجند لا يوجد لديك أي خبرة ستذهب للصفوف الأولى ما زال فوط الإعلام قاطر في حيال هذه المسألة وضمن لأسبب من أحد الأسباب يتم تطنيع النقاش بهذه القضية وكأنها نوع من أجندات الصراع بين أطراف الأزمة الخليجية أو التطنيف بأن النقاش هذه المسألة وهي نكاية من قطر نكاية سعودية أو ما شابه أنا للأسف وجدت مثل هذا الحديث ولم ينظر إلى تفاصيل من هذه الجريمة التي يمكن أن تطنيف اليوم لأيام بأنها نوع من الإسجار بالدشر يعني اليوم إذا تم تجميع ملاف مثل هذه القضية وتم تحشيد له قانونيا في المحافظة الدولية أعتقد أنه سنصل إلى نتيجة أن هؤلاء يتم لدخالهم بطريقة هي طريقة من طرق الإسجار بالدشر خصوصا أنها تمر بوسائل غير قانونية دخول بوسائل ليست فالحة أساسا للدخول والختم عليها من قبل دولة أخرى يعني على وثيقة أساسا ليست قانونيا لكي يتم الختم عليها للدخول وهي مخصصات قابل الخلوز يعني هذا التفصيل أعتقد قانونيا مهم وإذا لم نعي نحن يمنيين أن هذه ستصبح قضية أمام المحاكمة الدولية في المستقى وأعتقد أنه من حق الأهالي أو من حق المتضرزين أن ينفعوا قضايا تجاه في أمام محاكمة يعني لا أعرف أنها مدى قانونية سال الأمر لكن أعتقد أنه في النهاية يعني أستمر لمعرفة هذه النقطة نعم لمعرفة هذه النقطة ومدى قانونية ما يحدث أستاذ غمدان ينضم معنا المحامي والنشط الحقوقي عبد الرحمن برمان من مججن مساء الخير أستاذ عبد الرحمن مساء الخير لك ولو ضيفك أو بيك الكرام وأيضا للمشاهدين جميعا أهلا بك أستاذ عبد الرحمن تابعت قضية تجنيد المملكة لمواطنين يمنيين على الحدود فيما سمي بمحرقة الحدود ما تعليقك بداية على هذه القضية حيثا هو الأمر كان مفاجئ بالنسبة لي لم يكن لدينا معلومات حول هذا الأمر إلا أنه التجريز هذا كان مفاجئ كثيرا وكلنا نتمنى أن نسمع يعني التوضح من قبل الحكومة وأيضا الحكومة السعودية أعتقد أن الأمر هذا يجب أن لا يسكد عنه ويجب أن يكون يتم هناك تحقيقات يعني محايدة وأن يصدر تقرير رسمي حول الأعداد التي تم تجميلها وأيضا الأشخاص الذي يقتلوا في هذه المناطق والمساعدين وأيضا السؤال المعاملة الذي تعرض في بعض الأشخاص الذي أدعى أن تعرض لسؤال الأمثل الأكياد وأيضا المنع من البناج ومعشبها نعم إذن السعودية تريد يمنيين يموتون بالنيابة عن السعوديين للدفاع عنها لما لا يتم الاستعانة بجيش نظامي يتم هناك اتفاق بين دولتين كما يحدث عادة لما يتم استقدام أناس بسطة غير مدربين من الشارع ترجمة نانسي قنقر القانونية المترتبة على ما يحدث أستاذ عبد الرحمن سواء من الجانب السعودي أو للأسف الشديد من الجانب الحكومي عبر القنصلية التي تسهل دخول كل هؤلاء الشباب هو طبعا الحكومة اليمانية معنيها أولا بالحفاظ على مواقنها وعلى يعني يعني عدم المتاجرة بهم لأن هذه تعتبر عملة متاجرة إذا كانت القوصلية فعلا تقوم بالتسهيل وهي تعلم أنه عملية التسهيل أو هو معروف أنه الأشخاص يسافرون من بلد إلى آخر بجوازات رسمية والمعروف أنه يدخلوا الذهاب إلى السعودية فيزة عمل أو فيزة العمرة أو فيزة الزيارة يعني لا أعتقد أنه هناك أو فيزة حكومية للأشخاص الذين هم ينتبه للحكم لكن تصبح تصبح بهذه طريقة فهذا يدل على تورط الجانب الحكومي أو الكنصرية اليمنية يعني عمليات يعني تقل الأشخاص إلى الموت وهذه تقل الأشخاص أنه هناك تقل حق الإنسان في الحياة بعد أن حرم الناس من الرواتف ومن بسبب الحرض وضيقت عليهم المعيشة يعني يتم التجربة من قبل القنصرية ومن قبل أيضا المسؤولين يمنيين وإيضا هناك لا تعفل المثال العربية السعودي من مسؤوليتها الجانونية والإخلاقية والأحولية والإنسانية والإسلامية أن يتم الزجب هؤلاء الشباب إذا كان يعني يعني دون أن يكونوا مدرابين دون أن يكونوا ملاجة بالكتال أو المواطنين لا يجنس يأخذ الأشخاص أو التعاقب مع المتزقة أو نبيب الأموال والذهاب إلى جمعة الهداء في الحالات مثل هذه الحالات هناك تفاقيات الدفاع العربي المشترك يمكن تفعيلها والقضية هي قضيتنا واحدة القضية والسعودية والعربي هي قضية واحدة هو دحر الحمدسيين من اليمن وأيضا حماية الأمن الجومي العربي نعم أهلي المجندين أستاذ عبد الرحمن يشتكوا بأنهم لا يستطيعون التواصل بأبنائهم وأن هناك مقابر كبيرة على الحدود لمئات من الضحايا حرموا أهلهم حتى من دفن جثامينهم أو توصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ليتم حشرهم في تلك الجبهات ولا نجدهم اثار كثير منهم يضيع اشتركوا في القناة الغريب ما القيمة الحقيقية التي ستجنيها السعودية من شباب غير مدرب اذا كانت تريد فعلا حماية حدودها فالأولى ان يأتيها جيش نظامي مدرب قادر على الحماية لنقول انها تستبعد شبابها بحكم نعلم التكلفة العالية في الرواتب واذا توفى احدهم المبالغ الكبيرة تصل الى مليون ونصف ريال سعودي لكل اسرة ورعاية الابناء وما الى ذلك يتحول ان تتخلص من ذلك عبر شباب ربما لا حقوق لهم لكن على الاقل ان يكونوا مدربين ان يستطيعون الذود عنها اذا ما صح القول ما القيمة ان اخذ شباب للمحرقة فقط هكذا كل يوم وانا اضحي بمجموعة من الشباب للأسف قد يكون الجواب على هذا السؤال هو جواب كارث لانه في النهاية المنظمة العربية السعودية معنية بهذا الجواب لكن اذا جاوبنا نحن طالما والسؤال يقول ما الذي ستجنيه من شباب غير مجند غير مؤهل غير قادر على الدفاع وبالتالي يمكن ان تصل الى نتيجة انه فقط ضربهم ببعضهم ودمر القدرات بهؤلاء الشباب سواء في طرق الحكومي بالمقابل ايضا انا احمي الشباب السعودي الذين كانوا تتنى ترجسطهم في بداية الحرب وفي النهاية انا لست خسرا فتاة المال يوزع على هؤلاء المجندين ويعني في المقابل هي حما يعني فعلا قد تكون يعني صد تلحودي يعني يعني وضعت حائص أو وضعتهم يعني كحائص تلحودي فيها 30 شخص هذا ما حدث في جبل حبشي يعني اعتقد ان المسألة اليوم باتت يعني 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 لا غير مقدور السكوت عليها ويجب تحريك هذا الملف بأي وسيلة من حق الحكومة ان تتخذ يعني مثل هذا الملف للنقاش فيما يتعلق بكل الإدراض القانونية التي حصلها طبعا لهؤلاء المجندين أو للعاملين في المملكة العربية السعودية والذين تم ترحيل مئات الآلاف منهم يعني إلى الداخل وكثير منهم يعني ذهبوا للبحث عن إقامات في دول مختلفة في أوروبا وغيرها اليوم يعني كيف تعاملني هناك وتطردني وأنا لدي وثائقي وأنا يعني ممنود في السعودية كثير منهم ويجب السعودية وتم إخراجهم ولا يعرف اليمن مطلق بينما يعني بينما أنت يعني محتاج لهؤلاء الشباب لكي يحموا حدودك يعني أعتقد أنه لا يوجد أي معاملة في مثل هذه المسألة وأعتقد أيضا أنه ليست الحكومة مستفيدة بالمطلق من هذا وللقادة بشكل مباشر هؤلاء القادة الذين هم يعني في الميدان وهم المستفيدين هم يعني أكثر من يستفيد من هذه العملية أولئك القادة المتواجدين في يعني بالقرب من هذه الجباهات لقد يعني برغم أفضلح كبير من هذه العملية نعم برأيك أستاذ غمدان يعني ظهور هذه القضية على السطح بهذا الانكشاف وبهذا الوجع يعني تقارير منظمة سام التقرير أيضا التحقيق الذي قمت بالحلقات التي قمنا بإعدادها أيضا والكثير من الحديث حول هذا الملف ما مدى صداه في الأرويق الحقوقية الدولية يعني هل سيتم مناقشة هل تجد يعني أنه ربما يشكل نقطة ضغط تجاه السعودية والحكومة المنية للكف عن هؤلاء يعني طالما القضية ظاهرت بشكل جديد الآن فأعتقد أنهم ما زالت لم تضر إلى الصفح في الأرويق الدولية ندرك أن ربما تحقيقا واحدا في وسيلة الأعلام الدولية سواء السلطة الدريس أو غيرها من الأسائل التي ربما نقلت كثير من الملفات إلى خارج اليم وما يتعلق بملفات السجناء في سجون الإمارات وغيرها من تلك الملفات كان لها دور بارز وسائل الأعلام الدولية نحن ما زلنا غير قادرين على إيصال الزلطة بسبب الفاصل اللغوي الذي يعيشه الصحافة اليمينية لا يجز يوم وسيلة لم تتحدث في لغة مختلفة غير اللغة العربية في اليمين تخاطب هذا الخارج من الذي يدير بالتراصيل وفقط النقاش السياسي وقضايا الطيران وهذه قضايا مهمة لكن نحن تجد اليوم ملف مخفي بكل جلافة هذا الملف بكل قبارة لا يتم الظهور إلى الصحب بهذه طريقة ويتم النقاش حوله سواء كنقاش حكومي بين دولتين اليمن والسعودية أو يتم نقاشه كقضية حقوقية الأروقة العالمية لا أعرف من المقيم أن يتم هذا أن يبقى هذا الملف حديث وسائل العلامة اليمني نعم إذن شكرا جزيلا لك الصحفي غمدان اليوسفي كنت معنا عبر سكايب من هولندا شكرا لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا براعاية الله اشتركوا في القناة